لما تلاقي كهرباء وتلاقي الشناوي وتلاقي أفشة من هنا عندهم هذا الدعم وياسر قبليهم وياسر حتى ياسر اللي فتح له السكة انه يرجع لما أصيب أسامة جلال الروح الكويسة اللي أبداها لما استبعد يا جماعة ده منتخب مصر وبمناسبة منتخب مصر نجمينا العلامي الكبير محمد صلاح له خصوصية شوية في النقد برح بعد المباراة وصيرت كذا نقطة مبين واحد يقول لك ومحمد صلاح ليه ما بيلعبش مع المنتخب زي ما بيلعب مع ليفربول والحقيقة يمكن السؤال ده وجيه شوية بس لما تفكر فيه بهدوه شوية تلاقي فيه اختلافات كتيرة بين هنا وهنا أولا هو مش على طول مع ليفربول في أحسن حالاته فيه مطشات كتيرة الرجل بيبقى قليل عن مستوى الطبيعي لأسباب كتيرة ومع منتخب مصر مش على طول وحش ما ننسلوش مطشات كتيرة كان بيبقى هو عنصر حاسم فيها جدا لكن محاسبته ربما جاية من مستوى العشم أنت مبسوط عندك أحسن لعب في العالم بينافس على أحسن لعب في العالم وواحد من أهم اللعب اللي في القرى دلوقتي لما يكون عندنا مو صلاح الناس يا مو منتظرين بحجم التوقع على هذا الاسم الكبير وما ما بيقيموش أي حد أو مش عشمنين في حد قليل فأتمنى أنه محمد صلاح ما يدايقهوش أي يمكن دي أرقام محمد صلاح مبالع أرقامه أقل بكتير من حجم نجمع علامة زي محمد صلاح بس إذا حطنا في الاعتبار أنه مش لوحده الفرقة كلها كانت وحشة ده حاجة الحاجة التانية سيد سافير بيتكلم على أنه فعلا الرطوبة كانت عالية قوي رقم ثلاثة مستر فيتوريا لعبه في القلب مش في الطرف المكان الطبيعي بتاعه فأنت عندك فرقات كتيرة بين هنا وهنا مش هنتكلم على الكواليتي بتاع اللعيبة اللي بيلعب معها في الليفربول عن اللعيبة اللي في منتخب مصر بالتأكيد فيه فوارق وفوارق أرضيات الملعب ودوافع وخطط ومستوى منافسة كلها أمور مختلفة هكلمك يا سيد إبراهيم على فوارق لنجم نستخلي بالا منها أي هو في الليفربول بيلعب برق كرة مفتوحة ما فيش التركيز على محمد صلاح لوحده أيوة فبيلعب على مساحات والسمات المهارية بتاعة محمد صلاح بتكمن في حتتين من وجهة نظر المساحة وقدرته على استغلال المساحة لصالحه نمر اتنين القرار المناسب أمرر أشوت أرفع أهدي أرجع قراره هو اللي عامل منه بيستغل مهارته مهاراته ما هيش مهارات الجمالية اللي فيها رونالدين هو واللي فيها الخطيب وفيه لكن مهارات كريسيانو القوة والبدنية والتحكم والانتجية والسرعة الانطلاق والقرار السليم كده مع متخب مصر لا كل الفرع بتلعبه على مو صلاح كون المتخب بقى كل عشمه في صلاح أو 80% من عشمه في صلاح جايين مع صلاح جايين على فكرة لما تخلي بالك ده بيدي فرصة لتريزيجين يبقى هدام الفرع وبيدي فرصة لمصطفى محمد لكن ما زال ينقصنا اللي كان بيحصل قبل كده القادمون من الخلف والتصويبات وان خط الوسط كده دور امام عشور في الماتش اللي جايره مش عايز اقولك ان امام عشور يعني يا جماعة ايا كانت هو الراجل معك دلوقتي يستفيد منه عنده دي هالمعنى كده انه لما ينزل لازم يجيب جوان مش بالضرورة مش بالضرورة طيب النهاردة المانسيت مبارح متأخر جولين طيب دي بروين ينزل يقلب الماتش يجيب جون ويعمل أسست في ربع ساعة وهو جاي من الإصابة لكن ده العشم اللي صادفه التوفيق هو المدرب عشمان في ديت لما حصلتش ما حدش حاوله جراد يقوله انت غلطت ليه ولعايت دي بروين عايزين خلينا برضو نرجع الأمور إلى نصابة نتحيز لحق المدرب على فريقه في التشكيل وفي طريقة اللعب وحقنا في الانتقاد ماشي دون الإساءة ودون صحب الصقة أي ويبقى حجم العشم شايفين إحنا فرقتنا كبيرة فبنقول لعبتنا زي ما أنت بتقول الغضب على قدر العشم ده كلام مهم جدا لأولادنا لأنه الحقيقة كلهم لعبة سواء المحترفين برا انت بتتكلم على محمود حسن تريزيجي ولعب مخلص جدا ولعب عطاءه عالي جدا للمنتخب ومرموش نفس الحكاية ومصطفى محمد نفس الحكاية ومو صلاح نفس الحكاية طبعا وأنني على هذا ما بيقوم محمد أنني اللي في لعبتنا المحترفين في الدور المصري ما شاء الله عليهم يعني أديكم شايفين أنه كلهم كفاءات عالية سواء اللي برا أو حتى اللي مخترهمش ميستر فيتوريا فاحنا عندنا فترة خصبة جدا في نوعية اللعبة الظروف بس تساعد ان شاء الله وميستر فيتوريا يكون موفق أكتر من المباراة اللي فاتت لأنه المباراة دي هو نفسه مش موفق لا في التشكيل ولا في توزيع المهام جوه الملعب ولا في إدارة الجيم ولا في توقيت التغييرات حاجات كتير الرجل اعتبروا مش موفق زي أي لعب ما هو أي حد حيشتغل في أي شغلانة لو اشتغل عشر حاجات وأخطأ في واحدة أو اتنين دي نسبة قليلة جدا في مستوى الانتاجية بتاعته ان شاء الله يكون موفق المتش الجاي نخلي بالنا من نقطة مهمة جدا فلسفة فيتوريا غير كوبر مثلا كوبر وصلنا لنهاية كأس العمى وكأس العالم كويس وغضبانين منه ليه ما بقدمش الكرة الحلو عشان الراجل كان واقعيا اللي تكسبه لعبه والطريقة اللي تكسب بها والتحفز والصرامة الدفاعية مع الانطلاق والهجمة المرتدة ومو صلاح كان صلاح أزر من كده خمس سنين فبدنيا وسرعاتا أعلى النهاردة الشيخ طيب يلوم على ما لعبناش بتحفز أو البعض النقاط كمان كلنا قلنا واحنا بعد الجن ده مش كان نخلي بالنا نتخطفش نرجع للفلسفة ما نحنا كنا بنطالب كوبر بيه لما اتعامل من حد تاني لومنا يبقى انحقق الأهداف ولا انحقق تطوير الأداء للفريق أو المتعة الكروية بتبقى معضلات صعبة وكل واحد على قد دماغه لكن خلينا في مرحلة فيتوريا بنطمع يعني أنه يعدين بس المرحلة دي وتلعب كرة واقعية تعدينها وبعدين نتكلم لما ترجع ترجمة نانسي قنقر